في البداية ستلوا عزين نشرح للناس طبيعة المنطقة المنطقة دي كانت عاملة ازاي اول مجينة هنا ونتكلم عن كل التفاصيل يعني احنا وإحنا جايين عشان نوصل لهنا ده احنا اعطعنا مسافات بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بيكم الاول في منطقتنا توشكا الجديدة توشكا الخير توشكا بدأ الكلام فيها وتم استلام المشروع بتكليف من القيادة السياسية في 2017 استلامنا المزرعة بدأنا طبعا معظمها ارض صحراوية وجبلية بدأنا نشتغل فيها كزراعات تجربية كلفت الشركة الوطنية لزراعة واستلاح الاراضي الصحراوية بمزرعة التمور ودي من 2018 بدأنا وسيادة الرئيس شرفنا هنا في 2019 وبالتجارب لزراعات الميدانية الموجودة جربنا زراعات الأمح نجح الحمد لله المشروع كلفت الشركة بمشروع الأمح تمام بدأنا في 2020 التكليف كان في مايو 2020 بدأ الشغل الفعلي في يوليو بتجهيز وترفيق الأرض بدأنا زراعة فعالية من 1-11-20-20 وحصدنا الحمد لله يوم باعتبارا من 15-21 بمساحة 25 ألف فدان ده بدأ زي بدأ كذا ما بنقول ده لسه كده بنقول يا هادي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بدعم القيادة السياسية ومتابعة المستمرة لها وتعليمات وتوجهات القيادة العامة القوات المسلحة والجهاز الخدمة الوطنية تم تكليف الشركة بالاشتراك مع هيئة الهندساء القوات المسلحة والشركة الوطنية للمأولات فيه إعداد وتجهيز الأرض وتوصيل المرافق وشق الترع لحد ما بدأنا الحمد لله بداية أول زراعة 1-11 يعني عدنا 3 شهر تجهيز وإعداد نجهزنا 25 ألف فدان وزراعنا وما فيش 3 شهور تانين تقريباً أو 4 شهور تانين وكنا بنحصد في 15 إبريل وكان الحصاد إنتاج عظيم جداً الحمد لله تمام طيب